اما روح للكباتن عشان بس نتفق على شيء دايما احنا لعبتنا بتحب الصعب ودايما يعني البطولات اللي احنا اخدناها مفيش حد كان ابدا بيرشحنا عشان نبقى بس متفقين دايما في كل بطولة يقولك ايه لا يا منتخب مصر بايد عن المستوى ونفاجأ الحقيقة بمستوى لعبتنا ويمكن الدرس اللي احنا اخدناه في ماتش النهاردة يبقى سبب ان احنا نرجع للمستوى الحقيقي لكل لعيب الحقيقة سبقى النجوم كلها صلاح تريزيجي كل اللي عيب الحقيقة بدون ذكر الاسماء كلها ان شاء الله الماتش الجاي بقى الوضع مختلف لان الاحساس بالمسئولية بعد الماتش بتاع النهاردة هيكون اكبر واكبر في مباراة غانا ثم كاب فيردي الحقيقة في المبارتين القادمتين وبالتالي يا رب ان شاء الله يكونوا في حالتهم في اليوم دا كابتنا بودهب الماتش الجاي انسب وافضل تشكيل من وجهة نظرك عشان اواجه منتخب غانا لخسر النهاردة من كاب فيردي لا وما بداية يا فاروق ان شاء الله ان شاء الله لازم تكسب غانا يعني ما لهاش حال تاني لان انت لان الراسل اقدر عملت مباراة كبيرة جدا قدرت تكسب غانا دخلتك في حزبة برما لان احنا كنا بنتكلم انا بقولك لا وارد كل شيء وارد في الكورة لكن انا بكلمك النهاردة ان دي مفاجأة كبيرة على فكرة ان انت غانا تتغلب اللي هيكون مرشاحة من ضمن انها تاخد الكاس البطولة فانت انا بقولك يمكن انا في البداية قلت لك ان المنتخب مصر او لعبة منتخب مصر حطوا نفسهم في الحزبة دي ان انت كان النهاردة تكسب وتكسب مكسب مستريح لو كان اللاعبة في حالتها وانت جالك وربنا كرمك في بداية المباراة ان انت تقدر تجيب جون ولكن غرور بعض اللاعبين والتعالي في الملعب ان انت خلاص اتسلت المباراة وان انت تكسب ثلاثة اربعة لكن ما شفتاش الكلام ده لكن انت عشان تكسب المباراة اللي جاية ان انت لازم هيبقى في توازن بين الدفاع والهجوم ان انا مش هفرط انت بتاع فرقة كبيرة وفرقة محترمة عندها برضو نفس الهدف والنهاردة هزمتها النهاردة صعبت المباراة اصعب منك كمان اصعب من موقف اصعب منك لان انت محتاجة مع كل الفرقة المتشاط اللي جاية كلها صعبة فروق مفيش فرقة سهلة او منتخب سهل لكن انت النهاردة عشان تكسب لازم بقى في توازن بين الدفاع والهجوم انا من وجهة نظر يبدأ بمحمد الشناوي يبدأ بمحمد عبد منعب يهصر إبراهيم لانه بيدافع كويس من اللعبة رجله في الملعب بقى له فترة احمد فتوح لانه بيعمل جابة عن يحتي الشمال بشكل كويس جدا عمر كملعب دلواحد برضو من النعيبة اللي عندها النزع الهجومية بيقديها بشكل جيد تلعب في نص الملعب باتنين ديفردر يكون عندهم ميول بيكملوا ورا الهجمة او بيقربوا الخطوط من بعضها زي واحد زي امروان عطية بيقديها بشكل كويس جدا حمد فتحي في الحتة ديت بيبقى ثابت وتدي حرية لأمروان عطية انه ممكن يكمل وجنبيهم امام عشور من اللعبة اللي كويسة ويمكن عملها بشكل كويس بتلزجي ومصطفى محمد ومحمد صلاح انا بقولك ده انسى بتشكيل ان انت بيعاب في توازن بين الدفاع والهجوم تقدر بتكسب ان شاء الله في الرضا كافة الرضا